الخبر الأول اللي عدنا عن أمجد وعن بيسان إسماعيل وهو أخيراً الرد المنتظر على فايز كنفش ومحمد جواني وشكله يا حبايب عادة الحارب من جديد فخليكم مستمتعين واتجهزوا اللي حيصير بالنسبة لما يعرفون شنو اللي صاير فأمجد نزل على قناته هذا المقطع واللي رد بي على الكل طبعاً ما يحتاج أقول لكم انه هذا المقطع أطول من حياتي يعني انتم شايفين بعينكم المهم أمجد بهذا المقطع حشبي تقريباً خصة حياة فايز كنفش وحسب ما لاحظت انه أمجد كأنه شايف مقطعي اللي حشيت بي على فايز كنفش ولكن المشكلة انه حاب ياخد دور كونن ولكن الدور هذا مراهمية لما نحاول انه يكشف مقطع فايز كنفش الجديد طبعاً بس ملاحظة تراني اساساً ما مصدق يعني بقصة فايز كنفش ومسلسل الغريب يعني ماتة ولكن واضح الصراحة من أمجد بهذا المقطع انه شويك كان مرتبك ومعارف يحجي بالضبط يعني فمجرد استخدم هذول الصورتين على مدق انه هما دليل انه مقطع الأخير كذب الفايز كنفش انه فيه بناية تظهر انه هي أختها قبل ما فايز يستلمها ولكن لأسف هذا الكلام غير صحيح تماماً أولاً انه فايز مو غبي على مدقع به شي فخ سهل وثاني شيء هذه الصور شفتوها اللي بناية صغيرة فهي مو أختها وانما هاي البناية الثالثة اللي طلعت وياهم بالنسبة للحابين انه يشوفون المقطع فروح على قناة أمجد موجود هناك بالنسبة لبيسان اسماعيل فنشرت هذا المقطع عدها بالمتدى وطلبت من متابعيها انه يروحون يشوفون المقطع وبس والا اكتبوا لي بالكومنتات هل تتوقعون جواني رح يطلع ويرد او فايز كنفش اللي حيستمر بمسلسل مكسيكي مالتا الخبر الثاني اللي عدنا عن ياسو قصفها الوسام تيكيت شوفوا الصراحة انه هو مو أكيد تقصد وسام تيكيت ولكن احتمال كبير هي تقصد وسام تيكيت فياسو نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي كانت في بنت قاعدة تقول كلام غريب او مش غريب يعني في قصف نوعا ما نظري وانتبه او انتبهي زهرة اكتشفتها انا مش 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 من زمان اكتشفتها ميبي مرة قريب التواضع انك انت تعطي كل انسان حقه فيا ترى منه تقصد بالضبط بهذا الكلام اكتبونا بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن نور مار وليش صار يبكي فنور مار نزل على حسابه بالإنستغرام فهذا الستوري كان في خلاط من المشاعر اللي هو فرحان وهو ذيبتي على شعره مدريش فشوفوا هذا الستوري نور وين مختفي نور حلات شعري يا عيالي حلات شعري حلات شعري حرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية وبنفس الوقت بهذا الستوري الثاني قال بي انه رح يكون باتر اكو بث على تطبيق لوبز الساعب التسعة والبث هيكون خرافي فكنا متحمسين لهذا البث وان شاء الله فعلا يكون خرافي وحسب ما قال ما رح يكون اكو بي اغلاط وبس والله انها وصلنا هات المقطع اتمنى مقطع اعجابكم اشتركوا بالقناة اشتركوا بالقناة و مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة